اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعين إزايكم حبيب قلب وبركوا عاملين إيه رب وكلكم كنوا بخير نعرض بإذن الله معانا هوت في دورة البط الخليط المسكوف والبلد اللهم صلى عنا بحاجة كده جميلة جدا 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 طبعا بنسبة بسيطة من العلف وكل اللي احنا شغالين به بوايا أكل بيت النهاردة كده هنتكلم عن الخلطات وإزاي ان احنا نقدر نتفادع عملية الافتراس والبط يجيله افتراس في عز الحر ده لأن الحر ده من الأسباب الرئاسية اللي ممكن البط يجيله افتراس فيها لقدر الله طيب نتفادع عملية دي كلها إزاي هنقول كل حاجة معانا النهاردة طبعا زي ما انتم شايفين معانا الخلطة بتاعتنا المعتادة معانا روز بالشهرية كده من فلفل ومعانا كمان شوية من العلف ربع كيلو وعلف 21% ومعايا كمان التحديقة طبعا التحديقة دي من الحاجات الكويسة جدا اللي تقدر اني انت تحطيها للبط كتحديق ده هيمنع عنه أمرات كتيرة جديد طبعا التحديق ده وات فيه نسبة كلسم وفي نفس الوقت معالج له الكساح لو فيه اي بط عندك عنده كساح ده معالج له تماما بيخلي البط باسم الله ما شاء الله وجوه نسبة كلسم عالية جدا بيمد البط بتاعك بنسبة كلسم عالية ففي بالتالي طبعا الكساح بيروح منه طبعا مش بالكلسم مش بالكلسم بس أو بالتحديقة بس لأ النهاردة هنشوف بإذن الله معنا في الفيديو ايه وهنشوف برضو حاجات معينة احنا بنيديها لطيور بتاعتنا عاوز اكلمكم فيها ضرورية جدا عاوز اقولك الفيديو من اول والاخر كله كده على بعضه مهم جدا للغاية لازم انتو شوف الفيديو علشان نعرف المخاطر اللي ممكن تقدل البط طبعا في الفترة العمرية دي طبعا دي اهم مرحلة مرحلة الترييش وان البط يبدأ رياء ان هو يبدأ يريش معانا فطبعا دي من اهم المراحل وكمان عد عملية الافتراس وكمان تساقط الريش او الكساح نتفداهم ازاي تماما فالنهاردة بإذن الله نتكلم في كل الحاجات دي بس عايز اقولك لو انت اول مرة تشوفي القناة ياريت تشترك فيها واتفع علي الجراز على كله ما تنسيش تحط لايك جدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل الخير طبعا زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله لهم بارك حاجة كده جميلة جدا 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 ان احنا وصلنا البط للمرحلة العمرية ديت وبالشكل ده يعني عاوز اقول لكم بنسبة على بسيطة جدا وطبعا انتم تابعين الفوديوهات دي من الاول لحد النهاردة بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين البط تماما طبعا زي ما قلتلكوا قبل كده كل اخوات اللي معايا على القناة وكل حبيبي وكمان الناس الجديدة عاوز اقول لكم ان البط اللي معايا هنا تلات اعمار مش عمري واحد تمام تلات اعمار عمر شهر مقفل شهر اها زي ما حضراتكم شايفين طبعا عمر شهر باين وواضح شايفين طبعا الديل بدأ ان هو يطلع فيه ظهور الرش اهوت وكمان الاجناحة بتاعته عاوز اقول لكم كمان ان الدماغ والله العظيم بدأت ان هي بان الشعرية السودة من البيضة تمام فطبعا دي حاجة كويسة جدا ان هو يوصل للمرحلة ديت بدون اي مشاكل الحمد لله ولله الحمد طبعا طبعا انتم عارفين ان انا هنا في القناة يعني بأكل بنسبة علف بسيطة هنا معايا دوت فتامين ده معايا هنا دوت املاح معدنية طبعا الاملاح المعدنية من الحاجات ومن العناصر الغذائية اللي انت بتديها للبط دايما تمام بكون مهمة جدا 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 في تربيته خلاص طبعا كل الخواص وكل حاجة طبعا بتبقى موجودة على الازازة والتركيب بتاعها كمان والعوامل او العناصر الغذائية اللي بتبقى موجودة فيها للبط ده هنا طبعا الفتامين بس انا عاوز اقول لكم حاجة ان الازازتين دولا جماعة انا جبتهم بصراحة وتغشيت فيهم وتغشيت فيهم بجد لان انا طول عمري بجيب ازازة الفيتامين تمام بيبقى الدوة اللي فيها او الفيتامين اللي فيها بيبقى تقيل ما بينزلش بسرعة تمام وبيبقى لازق كده شايفين هنا طبعا دوت الاملاحة هي بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة عاوز اقول لكم ان انا جايبة دولة يا جماعة علشان خاطر الكساح ديت علشان خاطر الكساح تمام آآ طبعا هو مفوك كان يبقى مركز بس انا عاوز اقول لكم ان هو الاغلبية العلاجات البيطارية حاليا مخفوفة مخفوفة بماء بماء آآ مقطر تمام طبعا تاني حاجة انا حطيتها وقبلي كان لو انتوا لاحظتم في الفيديوهات اللي فاتر كان الفيتامين اللي ما باجه نزله من الغطى كان بيبقى تقيل جدا تقيل ولازم ان لما تنزليه في قلب الازازة او في قلب السقاية لازم ان انت تعود تقلبي فيه علشان يعني يفك من بعضه كده ويدوب مع آآ دوبان المية طبعا اللي انا حطيته عامل زي المية بالزبدة يدول ان هو مخفف موش يعني هو موش زي ما حمامل من جيوه طبعا الحاجات ديت بتبقى طبعا بتبقى ضمير وفي نفس الوقت برضو آآ بتبقى معاملة بقى فاهميني ازاي طبعا هنا طبعا ديت آآ صدف البحر طبعا صدف البحر دوت اللي انا كتبتو لكم كتير جدا في التعليقات هذا يا جماعة صدف البحر عاوز اقول لكم الحبة دولة بخمسة جنيه الحبة دول بخمسة جنيه شايفين طبعا ما عامل ازاي طبعا دي بتبقى الكواكع والصدف بتاع البحر والحاجات اللي بتبقى عاملة آآ اللي بتطلع من البحر على الشط دي بياخدوها يخسلوها وبعد كده بتتطحن كويس جدا 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 وبعد كده بتتحط لي الفراغ كتحدي ونوع من الكلسام وكمان بتتحط كده على العلف زي ما قلتلكو قبل كده طبعا انا لما باجي ما بتيجي تحطيها او بتيجي تضفيها لازم ان تكون ضيفة كيلو من العلف او كيلو من الاكل عليها معلقة كبيرة على كيلو طبعا انا هنا ضيفة غطى يعني تقريبا كده اتنون سمت من كل حاجة فيهم علشان العلف عندي وعشان طبعا نسبة البط والفراخ اللي موجودة ليه لان انا هنا طبعا لاحزت ان فيه تقريبا بتاع 3 بطات او اربع بطات عندهم اا يعني هما لسه بيبدأوا في المرحلة بتاعة الكساح فانا طبعا لازم اخد بالي منهم ولازم ان انا اعالجهم بسرعة جدا ليه علشان ما يجرهمش الكساح تام طبعا في المرحلة دي هتطر ان انا اعزلهم بقى علشان اعالجهم لوحدهم لان انا ممكن اعالجهم في نفس الوقت وفي نفس الوقت برضو ان انا اديهم جايز انا كون اهملت في الاملاح المعدنية بتاعتهم جايز مثلا المكان انا عاوز اقول لكم اللي عمل فيهم كده كتر يعني ما شاء الله اللهم اللهم بارك يعني اللي عمل فيهم كده كتر طبعا ان هم محتوطين على بعض الفراخ والبط وطلع اعمار من البط محتوطين على بعض طبعا دوت غلط ما ينفعش ان انت كالطري او ممكن تضيف كل حاجة زي انت عاوزها او مسلا تزاويري نسبة التطوير بتاعتك بس المكان يكون واسع طبعا دي من الحاجات الغلط اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده علشان ده طبعا من الحاجات اللي بتقدم ممكن لوكساح وممكن تقدم الفتراس فاحنا لازم ناخد بالنا لان الجوحر طبعا في الحالات اللي زي ديت انت بتضطر ان انت تخفي المكان تماما تخفي يعني انا اصلا البلكونة ديت ما بتشلش عندي اكتر من عشرون بطة او عشر فرخات ما بتشلش اكتر من كده فانا طبعا حط فاكمية فانا ان شاء الله يعني كمان بكر او بعض بازن الله هاخد طبعا البط الكبير كله اللي هو وقفل معي شهر هاخد اودي هناك المزرعة مع دورة البط اللي احنا برضو شغالين فيها التانية تمام والفراغ برضو هنقلها وداه هناك طبعا انتو عارفين ان انا في عندي هنا كتاكيت زغيرة اللي كانت طلعا لضفعة تانية من الرائد تحت الرومي فطبعا دولت انا بقالي زمان جدا ما اصورتش معاهم فيديوهات وما نزلتلكش عنهم اي حاجة طبعا برضو هم اعمار لان انا ما كانش بيطلع عند الكتاكيت اه مع بعضيها كان بيطلعنا مثلا كل يوم كتاكوت كل يوم كتاكوت كده طبعا هم اعمار كلهم هاش كلهم عمر واحد تمام زي البط برضو البط عندي هنا ثلاث اعمار مهمش عمر واحد تمام عندي عمر شهر وعمر ثلاث اسابيع وعمر اسبوعين خلاص طبعا البطة الزغيرة خالص انتو شايفينها دي الزعنونة خالص دي بطة بلدية دي بطة المرجان تقريبا هي اصغر واحدة في المجموعة كلهم هي وفي بطة كمان تانية برضو هم دولة اصغر حاجة اه طبعا احنا عارفين البط البلدي ما بيجبزش بسرعة لو انت لو لو انتوا لاحظتوا هتلاقي بسم الله مشاء الله المسكوفي او الخليط المسكوفي اكبر بكتير جدا جدا من البلدي مع ان فيه مسكوفي وبلدي خارجين مع بعض يعني فيه اه تقريبا قزة بطة هنا عمره بعد بس طبعا لو انتوا لاحظتوا هتلاقي بسم الله ما شاء الله المسكوفي فارد وعامل طبعا اه والتحويل بتاعه عالي جدا اكتر من البلدي تمام فطبعا زي ما انتوا عارفين ان البلد ما بيشيلش لحمة وبيشيلش وزن اصلا كتير يعني ما بيتقلش معاك تمام فزي ما انتوا شايفين فاحنا علشان خاطر نبدأ ان احنا نبعد عن الافتراس تماما وعن ان هو يجي لك ساح او اي حاجة بلاش الزحمة تمام انا طبعا انا هخف كل الكمية اللي عندي هنا هوداها هناك ان شاء الله وهخف خالص وهجب بقى الكتاكيت اللي هي البلد اللي موجودة عندي هنا مع كام بطة كده لسه صغيرين من وسط المجموع دولاب برضو لما يكبروا شوية كده ويشدوا حلهم كده وان شاء الله كده يبقوا ميكبرهم بس طبعا خطوات ان انت لازم ان تعمليها ان انت تتوسعي المكان علشان الحر لان طبعا الحر ده ممكن يقدله في طراس وانا طبعا يعني بصوا انا خايفة من الموضوع ده جدا لان المكان ده يعلوم جدا زي ما انتوا شايفين يعني كل ما بيجوا حتى ياكلوا ان هما بيدخلوا كلهم في بعض فربنا يسطر لحد بس ما يتنقلوا هناك زي ما انتوا شايفين بقى طبعا لازم ان تهتم بالفيتامين لازم ان تهتم بالاملاح المعدنية طبعا ازازة الفيتامين جواها كلسم وجواها حديد وجواها كل حاجة يعني جواها عناصر غذائية كترة جدا اهم حاجة ان انت متهمليش في الاملاح المعدنية والفيتامين لان هو دوت اللي بيقوي جسم الطير وكمان بيخل الطيور عندك او البط عندك بسم الله ما شاء الله هو فتر التريش يكبر معاك وفي نفس الوقت يبدأ ان هو الرش بتاعه يظهر ويكبر معاك بسرعة ما ياخدش معاك وقت طويل تمام يا رب اكون افدتكم وما تنسونش بقى في لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله من قناتي كل جديد ويمونوا مجزورryn